السلام عليكم لقوصة ديال اليوم فقلت فولوتي ولكن بدلة شوية ففتالي قلت كخيم ديال القرعة الحمراء والليمون فقلت نسميها كخيم كخيم ديال القرعة الحمراء والليمون فالوقيتها ديالهم هذي بجوش فكان ننقل بصلة فتقدروا تقطعوها غليضة ففتالي غدي نطحنوا كل شي فالطنجرة كان دير الزبدة والزيت فإلا كانت عندكم زيت زيت فاستعملوا الزيت الرومية كندير البصلة ورق الغار غدي نخلي دك البصلة قطيح وغدي ندوز ننقسم القرعة على جوج غنزول هذك الزرعة ديالها وغدي نفرقها على ثلاثة باش غدي تجيني الساهلة في تصنقية ديالها غدي ننقيها وغدي ندوز نبدأ نقطعها على شكل على شرائح من بعد غدي نبدأ نقطعها على شكل مربعة فالمدق ديال القرعة حمرة فكيتوتى بزفزف مع الليمون لأنواع ديال القرعة كاملة لأنواع ديال القرعة الحمرة كاملة كتوتى مع الليمون فكنضيف داك القرعة الحمرة على البصلة وغدي نبدأ ننحرك ونشحرها كاك وحد الربعة خمسة ديال ديال بطقائق من بعد غدي نضيف عليها الحليب والكخام فأنا درت هنا نص 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 كخام نص حليب زنجبيل التري شوية ديال الملحة شوية ديال ليبزار شوية ديال الخرقوم وغدي نغطى عليها نخليها طيب على خطرها على عثية موسطة فمنين كنحس بيها طابت كنزول عليها الغطة وغدي نبدأ نحرك وننشوف وش داك القرعاء هبتتطو طابت ولا ما تطابت بمعالقة في حال هكا فتقسمت الضغية فهي طابت فكنزول داك الورق الغار وزد قشور ديال ليمونة محكوكة العاصر ديال ليمونة كامل فحاولوا تغير داك القشرة البرانية فمسوصوش القشرة البيضة فكنحرك واحد ديجوش دقيقة تلاتها كنزولها من فوق البوطة وكنبقا كنمتحن حتى كنحصل عليك خين في حال هكا فنكون وصلنا التالي ديال الفيديو فبمتسبة للتزيين فأنا زيين تغيب بالزري عني ديال القرعاء فنكون وصلنا التالي ديال الفيديو لقاكم على خير والفيديو جديد ان شاء الله لقاكم على خير